موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في البوصلة القانون الدولي الإنساني و القانون الجنائي الدولي كيف يوصف حرب اليمن بعد أكثر من سبع سنوات ترى ما هي أحوال المجتمع المدني اليمني أين هي نقابة المحامين اليمنيين و أين هي الحركة الحقوقية اليمنية ما هي أحوال المنظمات الدولية الداعمة للمنظمات التي تخلقت في زمن الحرب في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين نقرأ الأحوال القانونية بالمعايير الدولية لحرب اليمن في هذا الحوار مع الأستاذ المحامي عبد الرحمن برمان مدير المركز الأمريكي للعدالة أستاذ عبد الرحمن برمان أهلا بك ضيفا عزيزا كريما أتشرف وجودك معي في البرنامج أهلا وسهلا وتشرفت أيضا بوجودي معكم في هذا البرنامج الرائع أستاذ عبد الرحمن برمان أنت محامي يا صديقي لك اسمك في اليمن وكانت اليمن قد عرفت أسماء كبيرة من المحامين المحترفين المخضرمين لم نعد نسمع لهم صوتا على مدى سبع سنوات من الحرب إذا سئل محامي لأنه محامي إذا سئل محامي لتوصيف أحوال العدالة في اليمن بعد سبع سنوات ما هو قول المحامي؟ ربما نستطيع أن نقول أن العدالة قد غابت عن اليمن وربما كل أفراد الشعب اليمني يبحثون عن العدالة لكنهم لا يجدونها بعد أن غابت الدولة وغابت مؤسساتها وغابت القضاء وغاب أيضا المجتمع المدني القوي غابت النقابات والمؤسسات التي كانت تدافع عن وتقف تتصدى لكل هذه الانتهاكات التي تحدث في اليمن عندما تغيب العدالة وجد في ظل الحرب لا نرى سواء الانتهاكات لا نرى سواء الاعتقالات سواء القتل سواء مصادرة المساعدات والتجويع الوفيات بسبب عدم وصول الغذاء إلى كثير من المحتاجين قطع لمرتبات ملايين أو مئة الألاف من الموظفين كل هذه أدت إلى غياب العدالة وإلى انتشار الظلم وإلى أيضا كثير من الانتهاكات انتهاكات واسعة جدا وبشعة وصفت على المستوى الدولي على أنها أكبر كارثة في العصر الحديث السيد عبد الرحمن برمان ما الذي اقترفته هذه الحرب بأحوال الدستور اليمني والقوانين اليمنية؟ اليوم ربما نستطيع أن نقول أن الدستور والقوانين قد جمدت ووقفت وحضرت لغة القوة، لغة الجماعة المسلحة، لغة العنف، الانتهاكات لا يوجد قانون ولا يوجد دستور اليوم في اليمن هناك اسم للقانون واسم للدستور لكن الذي يوجد اليوم هي مجموعات مسلحة يستطيع أي فرد من الأفراد أي جندي أي من يحمل السلاح، من يحمل كلاش نكوف يستطيع أن ينتهك حقك، يستطيع أن يسلب حياتك يستطيع أن يختطفك، يستطيع أن يقيد حريتك يستطيع أن ينتزع أرضك، يستطيع أن يأخذ بيتك يستطيع أن يفجر منزلك، يستطيع أن يختطف ابنك يستطيع أن يمارس أي انتهاك يطرع عليه إذن اليوم لا يمكن أن نتحدث عن القانون عن الدستور في ظل هذا التوحش وفي ظل أيضا غياب مؤسسات الدولة وغياب أيضا الأجهزة الأمن حتى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية هناك انتهاكات كبيرة جدا تمارس نحن ربما كثيرا ما نتحدث عن الجماعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات واسعة لكن في نفس الوقت أيضا الحكومة التي يفترض بها أن تحمي المواطنين وأن تقوم مؤسساتها الأمنية ومؤسساتها العدلية بحماية المواطنين وملاحقة المجرمين نلاحظ أن هؤلاء الذي يفترض في حماية المواطنين أيضا يمارسون انتهاكات وربما تصل إلى حد القتل أو حد الموت في كثير من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أحوال القضاء في اليمن هو عندما يصل المرض وعندما يصل المشكلة إلى القضاء فإن البلد أي بلد تكون في حالة من المأساة الكبيرة اليوم القضاء يعني مأساس وأن كان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أصبح هناك مشرف حوثي موجود في كل محكمة وفي كل نيابة يمشي هو الذي يصدر الأوامر هو الذي يوجه القضاء وهو الذي يتدخل في شؤون القضاء وأحيانا يوقف القضايا وأحيانا يحركها وفي المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي هناك ما يسمى بنادي القضاء الجنوبي الذي يعتبر خارج إطار القانون أصبح هو الذي يسير مؤسسة القضاء أو يعطل مؤسسة القضاء اليوم جميع المؤسسات القضائية في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي قد عطلت وقد وقفت المحاكم والنيابات وتوقفت العدالة في تلك المناطق لا يمكن أن يقبل هذا الأمر في أي مكان في العالم القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يلجأ الناس إليها في حال ما إذا تعرضوا للظلم من كائن من كان حتى من قبل المؤسسات الرسمية يلجأون إلى القضاء وهي سلطة مستقلة لكننا اليوم نجد أن القضاء أصبح تابع للمجموعات المسلحة وتابع للمنشيات بل أن هناك مجموعات مسلحة أسست محاكم خاصة بها كما حدث في مناطق مثل في التعز في مناطق أيضا سيطرة الحوثيين وأيضا في مناطق أيضا في سيطرة عليها المجلس الانتقالي وهناك أيضا السجون الخاصة والسجون السرية لم يستطع القضاء الوصول إليها ولم يستطع التحقيق في هذه الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها الناس هناك كثير من الأشخاص قد ماتوا تحت التعذيب كثير من الأشخاص لازالوا مخفين قسريا لا يستطيع القضاء حتى مجرد مناقشة أو تلقي الشكاوي من الناس ربما تضع الشكاوي التي تصل إليهم في الدروج وإذا صدرت هناك أي توجيهات لا تحترم فالقضاء اليوم أصبح لدينا معطل ولا يحترم أي قرارات تصدر منه أستاذ عبد الرحمن برمان مؤخرا هناك محكمة عسكرية يمنية تابعة للحكومة الشرعية اليمنية أصدرت قرارات قضائية في حق زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي وغيره القرارات التي تصدر في زمن الحرب من هذا الطرف أو ذاك ما حجتها في القانون والدستور هو طبعا لا يمكن أن نساوي بين الأطراف لا يمكن أن نساوي بين جماعة مسلحة سيطرت على الدولة ومؤسساتها بالقوة وأيضا نساوي بين مهما كاننا ننتقد الحكومة الشرعية لكنها هي حكومة تمتلك وفقا للدستور حتى في تحريك الدعاوية القضائية ضد كل من ينتهك الدستور والقانون يعني الأحكام التي تصدر في مناطق سيطرة الحوثيين وخصوصا من المحكمة الجزائية المتخصصة وهي ذات طابع سياسي وأصبحت تتبع جماعة الحوثي والميليشيات التي هي هذه الأحكام لا حجية لها وقد صدر قرار مجلس القضاء العلا بإلغاء هذه المحكمة إذن كل ما يصدر عنها هو باطل لكن بالنسبة للأحكام التي تصدر في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ربما نحن نناقش الإجراءات إذا كانت هناك إجراءات باطلة ربما تناقش لكنها تظل في إطار الدستور وفي إطار القانون أستاذ عبد الرحمن سؤالي لك يعني مثل هذه المحاكم التي تصدر هذه الأحكام وهي غير قادرة على أن تنفذ على الأرض ما جدواها ما قيمتها هل نراهن على الزمن لنحقق حكم قضاء ألا تعتقد أن السياسة إذا منتهت بمصالحة وطنية أو بأي تسوية لن تلقي بالا لهذه الأحكام ولهذه القرارات الصادرة من محاكم وهناك أمر آخر أيضا يعني هو أنه هذا الحكم الذي صدر يوم أمس سيضع عملية السلام على محاك كبير جدا الحكومة الشرعية اليوم ستكون محرجة إحراج كبير إما أن تذهب إلى مقاوضات مع جماعة الحوثي مع جماعة وصف قضاءها قضاء الحكومة الشرعية لأنها جماعة إرهابية ويصدر عليها أحكام بالإعدام وبذلك سيؤثر هذا الأمر يعني على الحكومة الشرعية وعلى مسار السلام هذا من ناحية بالنسبة لما سؤالك حول مدى جدية هذه الأحكام هو القضاء يصدر هذه الأحكام ويبقى تنفيذها على السلطات التنفيذية على الجهزة الأمنية على أيضا حتى يتطلب الأمر لتدخل القوات المسلحة في حال ما إذا حدث كما هو الحال في اليمن هناك تمرد مسلح وهناك جماعة مسلحة سيطرت على الدولة وبذلك يمكن أن اليوم الحكومة تستعين أيضا بالقوات المسلحة في استعادة فرض الدولة وهيبتها رغم الإشكالية التي تواجهها الحكومة الشرعية لكن أنا أقول أن الصدور مثل هذه الأحكام هو كان ينبغي أن يصدر قبل الحرب أن تصدر كل هذه نحن تركنا الكثير من الانتهاكات أدى الإفلاة من العقاب إلى أن يستمر هذه الجماعة المسلحة وجميع أيضا فرقاء السياسيين على ممارسة هذه الانتهاكات أستاذ عبد الرحمن برمان سأستسمحك أن في الإجابات القادمة أن يكون الحديث مضبوط بشكل احترافي في الشأن القانوني أسألك عن وجهة نظر القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني لحل الحرب في اليمن بعد سبع سنوات نعم هو القانون الجنائي الدولي وقانون حبوب الإنساني وصف الحرب في اليمن أنه انتهاكات التي ترتكب هي جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية وأيضا هناك أيضا يتصل إلى الجرائم الإبادة التي استهدفت كثير من المناطق وتهجير الأشخاص وبذلك نحن نقول أن القانون الدولي وقانون الجنائي الدولي بأكمل قد انتهك من قبل الجماعات المسلحة وأيضا من قبل كل فرقاء الحرب في اليمن حتى أيضا القوات الحكومية وكذلك أيضا التحالف العربي بالإضافة إلى الجماعات المسلحة من الجماعة الحوثي والتنظيم القاعدة والمجلس الانتقالي الجماعة التي تعمل خارج إطار القانون هل هناك تصريحات أو خطاب مباشر جاءنا من جهات مسؤولة عن القانون الجنائي الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو غيره يوصف حال الحرب في اليمن ويحمل المسؤولية لطرف ما؟ هناك تقارير لجنة الخبراء الصادرة عن المكلفة من قبل مجلس الأمن الدولي وكذلك أيضا اللجنة الخاصة بتقصص الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان هي تحدثت عن الانتهاكات بل إنها ذكرت أشخاص بأسماءهم وصفتهم بأسماءهم وأيضا أصدرت لجنة العقوبات أصدرت على عدد من الأشخاص وكذلك أيضا الجهات مثل الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت عقوبات على عدد من الأشخاص الذين يعرقلون العملية السلمية وأيضا يواصلون عملية الحرب كذلك أيضا اللجنة الدولية للصريب الأحمر وصفت الحرب في اليمن بأنها حرب داخلية ذات طابع دولي هناك توصفات دولية للواقع الحرب في اليمن وكذلك أيضا هناك تحديد المسؤولية لدى الأطراف هناك وجهة أصابع الاتهام لكل جميع الأطراف في اليمن بمبارسة انتهاكات ضد حقوق الإنسان وعلى رأس هذه الانتهاكات صدرتها جماعة الحوثي وكذلك أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي لدعم الشرعية هل أن القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي يمكن أن يلعب دور في وضح حد لحرب اليمن أم أنه قد يدفع الفرقاء المتقاتلين إلى أن يطيلوا أمد الصراع طالما والقانون الجنائي الدولي أو القانون الدولي الإنساني سيطاردهم ويلاحقهم دوليا في حال انتهت الحرب أعتقد أنه لو كان هناك نية لدى المجتمع الدولي حقيقية لممارسة ضغط أكبر وتفعيل القوانين الدولية ربما كانت الحرب في اليمن قد توقفت لو وجدوا هناك الفرقاء للحرب في اليمن لا يرون أن هناك جدية من قبل المجتمع الدولي في ملاحقتهم هم يرون أن هناك نوع من الإدانة فقط هناك نوع من توجيه الاتهام فقط لم تتخذ أي إجراءات فعلية حقيقية لإلزام الأطراف على إيقاف الحرب وأيضا تسليم السلاح من قبل الجماعات المسلحة وأيضا إلزام الحكومة الشرعية بموارسة مهامها وفقا للقانون وفقا للدستور وفقا للأعراف الدولية أيضا لم يكن هناك ضغط دولي من إعادة الحكومة الشرعية إلى المناطق التي تسيطر عليها لا زال هناك المجتمع الدولي يلعب دور سلبي أنا أقول دائما وأكرر أن مأساة اليمن المجتمع الدولي ساهم مساهم كبير في صناعتها أستاذ عبد الرحمن برمان أيضا بسياقات القانون الدولي سواء القانون الجنائي الدولي القانون الدولي الإنساني أو غيرها من ذات الصلة أيمكن لفرقاء الصراع في اليمن أن يعملوا حساب الملاحقات الدولية وأن تطاردهم المحاكم الدولية يوما إذا ضبطوا متلبسين وثبتت عليهم الأدلة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقاموا بجرائم حرب في اليمن هذا شيء مؤكد هم يلاحظون أن هناك عدد من من ارتكبوا انتهاكات واسعة حقوق الإنسان أنتهبهم المطاف بعد سنوات طويلة إلى محكمة الجنايات الدولية كما حدث في غوزلافيا وكما يحدث اليوم في ملاحقات في ليبيا وفي السودان وفي مناطق أخرى في منمار هناك قرار محكمة الجنايات الدولية إدانة لابد أنه هناك هذا يؤثر كثيرا وبذلك قد يقول له تأثير سلبي وقد يقول له تأثير إيجابي لكن نحن كناشطين حقوقين وكعاملين في مجال القانون نقول أنه يجب أن يسعى المجتمع الدولي أن يمارس دوره الحقيقي في إيقاف هذا العبث في إيقاف هذه الانتهاكات الواسعة التي تمارسها هذه الجماعات والتي يمارسها كثير من من موجودين على الأرض من من يحملون السلاح يجب على المجتمع الدولي في ظل وضع اليمن تحت البند السابع يحمي المدنيين من الانتهاكات الواسعة التي يتعرضون لها يوميا اليمنيون اليوم يموتون من الجوع أكثر مما يموتون من الحرب في كل دقيقة وربع هناك طفل يموت في اليمن من سن صفر إلى خمس سنوات وبذلك هناك مئات الآلاف من الأطفال قد ماتوا من الجوع دون أن تراهم الكيمرات ودون أن تراهم المجتمع الدولي سوى التقارير ربما لا تنال كثير من الاهتمام في كثير المسألة أستاذ عبد الرحمن برمان أنت محامي وأنت مدير المركز الأمريكي للعدالة وأنت تتواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية قل لي يا سيدي هل تلتقون برجال القانون في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها في الغرب هل تحدثتم إلى مؤسسات قانونية ومؤسسات حقوقية ومعنيين بالقانون الدولي الإنساني أو القانون الجنائي الدولي ماذا قلتم لهم وماذا قالوا لكم في شأن حرب اليمن نعم جرينا عدة لقاءات في المركز الأمريكي للعدالة مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وكانت لقاءات عبر الزوم وكذلك أيضا مع عدد من الناشطين المدنيين والمحامين في أمريكا كان نواجه مشكلة كبيرة أنه يربطون كل إشكاليات اليمن مع اختلافهم مع المملكة العربية السعودية نحن نتحدث عن الانتهاكات التي تمارس على المواطنين على الأرض التي تمارس الجماعات المسلحة ونجد أنه كل كانت إشكالياتهم تتوجه نحو حول موضوع السعودية والحرب وكانوا يتحدثون عن الحرب التي تدور في اليمن إنها بين السعودية واليمن وبذلك وجدنا أنه كان هناك فهم مغلوط جدا هناك أيضا نحن لم ندافع عن أي طرف من الأطراف لكننا كنا نقول لهم نتحدث عن انتهاكات التي تمارس الأطراف على الأرض كنا نتحدث عن الألغام هم لا يعرفون أن هناك 2 مليون لغة في اليمن قد زرعتهم لا يعرفون كانوا ينصدمون بهذه الأرقام التي كنت أتحدث معهم إليهم تحدثت عن أكثر من 30 ألف طفل قد جنودوا قتل أكثر من نصفهم تحدثت عن ما يقارب 2000 بيت فجرت من قبل الجماعات الحوثي وكذلك أيضا تحدثنا معهم حول تقارير حول التعليم وأن هناك من 3 مليون إلى 4 مليون طفل يمني خارج المدارس كانت هذه معلومات جديدة كانوا يقولوا لنا أننا لم نكن نعلم عن هذه الأشياء عن هذه الانتهاكات الواسعة حتى مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت معه في 2017 هنا في ميشكين وكان في زيارة للجالة اليمنية وعندما ذكرت هذه الأرقام قال نحن نرى أن هناك انتهاكات واسعة لكن لم نكن نتقيل أنه بهذا الحجم الذي ذكرته في هذه عندما تحدث إذن هناك فهم مغلوط كثير جدا سواء كان في أمريكا أو في الغرب حول ما يحدث اليمن هم لا ينظرون إلى مشاكل المواطنة اليمنية التي يعانيها بشكل يومي ولكنهم ينظرون هناك المماحكات السياسية فيما بينهم بين الحزب الجمهوري والديمقراطي وبين هناك في أوروبا بين الحزاب في كثير من البلدان ونجد حتى أن هناك اصطفاف هنا في أمريكا الحزب الجمهوري يصطف مع طرف بينما الديمقراطيين يصطفون مع طرف آخر أخي عبد الرحمن برمان سأبقى معك في الشأن القانوني سيدي حينما تضعون مثل هذا الخطاب وتطرحون مثل هذا الطرح هل يبدو عليكم حين تطرحون هذا الطرح أنكم طرف سياسي أو قهة قانونية حقوقية محسوبة على طرف سياسي أم يتعاملون معكم كحقوقيين محترفين نعم نحن تحدثنا معهم عن الأطراف جميعا وبذلك كان يلاقي كلامنا ارتياح وقبول كبير جدا تحدثنا عن أنتهاكت كل طرف من الأطراف وركزنا على أطراف الصراع الداخلي الذي لم يكن يعلمون عن ما يحدث هناك في اليمن وأخبرنا من أننا موجودون هنا في أمريكا ولا نتلقى أي دعم من أي طرف من الأطراف والقانون الأمريكي لا يسمح لنا أن نتلقى أي حتى دولار واحد من خارج الله أستاذ عبد الرحمن سؤالي الحساس جدا هنا اليمن في حالة انقسام فضيع وكل طرف يواقه الطرف الآخر بكل الأدوات من السلاح إلى فريق من النخبة إلى فريق من الحقوقيين فريق من الإعلامين وهكذا أيمكن القول أن الحركة الحقوقية منقسمة أيضا وأن هناك قهات ومنظمات تقدم خطاب حقوقي تمثل مثلا جماعة الحوثي أو خطاب جماعة الحوثي أو خطاب الانتقالي ومثلها خطاب جماعة الشرعية وإذا بكم أمام المجتمع الدولي مجموعات تتصارعون باسم القانون وبالتالي مكشوفين وخطابكم ضعيف وغير مقبول هل هذه الصورة صحيحة؟ نعم أنا أتفك فيما ذكرت أن هناك جميع الأطراف أصبحت لديها كل أدواتها ما في ذلك المجتمع الحقوقي كان هناك في اليمن مجتمع حقوقي قوي جدا ومجتمع مدني كانوا يتحدثون عنه في الوطن العربي في شكل عام أنه من أقوى المجتمعات لكن عندما جاءت الحرب حدث هناك الصفات وحدث هناك استقطاب وحدث هناك إنشاء وتوليد لمنظمات جديدة لكننا سعينا بكل قوة إلى أننا نمثل صوت المواطن اليمني يا أخي أنا خرجت من الحكومة وكنت أعمل في اللجنة الوطنية للتحقيقية وكانت رتبتنا أو درجتنا بدرجة وزير وخرجت وذهبت أشتغل في ورشة وأنا أشتغل وأخرج وأنا ملي بالزيت وأذهب إلى قناة الجزيرة وإلى قناة الحر وإلى كثير من القنوات أغير ملابسي في السيارة وأذهب وأنا أعمل حتى لا زالت يداي لا زالت الحساسية من الديزل والكذا لأننا لا نقبل عندما وصلت إلى أمريكا تلقيت اتصالات كبير جدا وعروض كثير جدا على نمل مع هذا الطرف أو هذا ولكنني كنت أنتظر من الشهرين حتى تتصل لشركة الاتصالات أن يفصلوا الفاتورة الكاربة عن منزلي لأنني لا أستطيع أن أسددها أستاذ عبد الرحمن سؤالي لك لو سمحت لي وهو أنه الآن هناك منظمات جديدة تخلقت في زمن الحرب تعمل في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين وهناك من يقول بأنها تفتح لها الأبواب في الأروقة الدولية ربما ما صحة مثل هذا الكلام وهل التوصيف في إجابتك قانوني أم سياسي؟ أنا أوصف من الواقع هذا لا توصف قانوني ولكني أوصف من الواقع أنا أتذكر أن أحد أمين عام أكبر حزب سياسي في اليمن ذهب إلى السفارة الأمريكية يحصل على فيزا للسفر ومنع في اليوم الثاني ذهب أحد مشطاء الحوثيين حصل على فيزا في اليوم الثاني يعني خلال 14 ساعة حصل على فيزا هناك وزير عرفه شخصيا ذهب إلى السفارة الأمريكية من أجل أن يحصل على فيزا لكنه لم يحصل بينما كثير من مشطة الحوثيين يأتون إلى أمريكا ويذهبون أنا لتقيت برئيس مجلس النواب اليمني وأخبرني أنه لا يستطيع زيارة أمريكا وأنه يتحدث مع السفير الأمريكي يريد أن يزور أمريكا ولكنهم لم يتلقى أي دعوة حتى الآن ما المفهوم من هذا السياق؟ هناك محاولة من قبل كثير وخصوصا هنا جهات داخل أمريكا وفي أوروبا فتح المجال للحوثيين هناك مماحكات مع المملكة العربية السعودية ومع الدول القليل وعملية ابتزاز لهذه الدول وبذلك لا بد أن يكون هناك صوت لهؤلاء موجود داخل أمريكا من أجل أن يبرروا استمرار الموقف الأمريكي المتخاذل في الحرب في اليمن طيب هذه المنظمات التي تخلقت داخل المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين وهي تخلقت في زمن الحرب سواء فتح لها الطريق حصلوا على دعم ما إلى ذلك لكن خطابهم يسمع لدى البعض هل لأنهم محظوظين هل لأنهم فعلا يستخدموا لابتزاز السعودية فقط أو الإمارات أم لأن العالم جرب الخطاب القادم من الشرعية على مدى سنوات سبع سنوات ولم يقنع العالم فأفسح المجال للخطاب الآخر القادم من داخل المناطق المسيطرة عليها من الحوثيين كل ما ذكرت يكون صحيحا يعني هناك خطاب المناطق المسيطرة لأمم هناك خطاب الحبوقي القادم من قبل شرعية ضعيف الحرعة الدبلوماسية اليمنية ضعيفة بل منعدمة في كثير من البلدان نحن اليوم أمريكا لا يوجد فيها سفير حتى يتحدث في ظل وضع جديد في أمريكا ستتخلق فيه سياسة أمريكية جديدة لا يوجد سفير حتى يوجه هذه السياسة وحتى يستطيع أن يؤثر فيها كذلك أيضا كيف لا يوجد سفير يا صديقي يوجد سفير لكنه أيضا يقوم بمهام وزير الخارجية ولا يقول أحد وفق القوانين واللوائح بأنه ليس سفيرا لكن يمكن أن تقول ليس سفير متفرخ لا حتى الآن بمجرد نوعيا كوزير الخارجية أصبح لم يعد سفيرا هنا نحن بحاجة إلى سفير يكون متواجد هنا يتحرك ويتحدث حول الوضع في اليمن أنا أقول حول سؤالك لو عدت إليه أن الخطاب الذي يأتي من الحوثي هو ما يريده الغرب وما يريده الأمريكان هم يريده أن يسمعوه من أجل ممارسة استمرار ممارسة الابتزاز هناك انتهاكات تمارس يعني أنا أقول أن حصار تعز إلى اليوم لم يتحدث عنه أحد لم يتحرك المجتمع الدولي فيه أكثر من سبع سنوات ربما يدخل موسوعة غنس للحصار هو أعلى مستوى حصار على مستوى العالم حتى الآن يعني حصار التعز مات الأطفال بسبب عدم وجود الأكسجين في قسم الولادة وقسم القدجة مات كثير من المرضى بسبب عدم وصول الأدوية الغذاء لا يصل إلى هناك أنتشرت الأمراض ولكن لم يتحرك العالم ولكنه تحرك فيه خلال ساعات وأوقف الزحف باتجاه الحديدة إذن هناك أيضا جماعة الحوثي لديها قدرات كبيرة جدا قدرات مالية لديها أيضا هناك الإيرانيين هناك العراقيين هناك فريق واحد يعمل من إيران إلى البحرين إلى العراق إلى لبنان يا أستاذ عبد الرحمن برمان كما المسافة بين حديثك هذا بين القانون والسياسة نعم ودخلنا كثير في الجانب السياسي لكن أنا أتحدث عن الواقع الذي نحن نرى إذن سأبقى معك سأبقى معك في الجانب القانوني والحقوقي أرجوك لأني نادرا ما أجد ضيوف في هذا المجال أسألك الآن يا سيدي عن المجتمع المدني والحركة الحقوقية اليمنية التي كانت قد برزت وقامت على قدميها وربما في مستوى النضوج كان لدينا أسماء كبار من المحامين في الحقيقة في اليمن يشار لهم بالبنان لدينا حركة حقوقية ومؤسسات حقوقية محترمة في اليمن أين تبخروا في زمن الحرب؟ نعم الحركة حقوقية تلقى ضربات كبيرة جدا في أثناء عملية الحرب مثلا على سبب المثال أهم المنظمات منظمة وود المرصد اليمني كثير من المنظمات هذه صودرة مقراتها وغلقت صودرة أموالها داء في البنوك بقرار من البنك المركزي وقرار من وزارة الشؤون الاجتماعي في صنعة لا تستطيع أن تفتح في عدن في عدن تطارد هناك حتى لا تستطيع أن تجدد تراخيصها أصبحت أين نقابة المحامين اليمنيين؟ نقابة المحامين اليمنيين منذ أكثر من 10 سنوات أو 11 عام لم تعقد مؤتمر العام وبذلك ضعف عملها أصبحت فقط تصدر البطائق كذلك أيضا هناك انشقاقات كثيرة جدا من المناطق الجنوبية أصبحت تمشي في جهة وكذلك أيضا مناطق سيطرة الشرعية ربما لا زال لديها علاقات مع النقابة في صنعة ربما تحاول النقابة في صنعة والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أن تحافظ على وحدة النقابة وعدة تمزقها لكنها لا تقدم لم نسمع لها صوت في الدفاع عن حقوق الإنسان لم نسمع لها صوت في مواجهة الانتهاكات التي تحدث ربما بعض الأحيانا كانت حدثت من جبلها يعني بعض الفعاليات لكنها في إطار سياسي وخارج إطار الحقوق قل لي أستاذ عبد الرحمن برمان أنت محامي معروف يا سيدي واسمك محترم هل يمكن القول الآن أن اليمن لا يزال لديها طبقة من المحامين المحترفين وأن هناك حركة حقوقية أم أن هذا الكلام مبالغ فيه في زمن الحرب لا زال هناك عدد من المحامين موجودين في الميدان في كل المحافظات يضربون داخل المحاكم يهانون يعتقلون كثير من المحامين لدينا كثير من المحامين قتلوا لا يمكن أن نغمط حقهم ولدينا كثير من المحامين خارج اليمن يتحدثون ويتحركون لكن هناك كما أنت ذكرت هناك أسماع كثيرة قد غابت كنا نتمنى أن نراها تواجهة يعني نحن بأمس الحاجة إليها يعني المواطنين الذين يتعرضون للإنتهاك بأمس الحاجة إلى أن يستمعوا إلى أصواتهم للدفاع عن مواجهة هذه الإنتهاكات أنا أتفق مع كثيرا أنه ربما يكون هناك حدث هناك تكسير وأن هناك تلاشي لكثير من الأسماء وتراجع كبير جدا للحركة الحقوقية وأيضا لمجموعة المحامية بشكل عام هل يمكن القول أن الدستور والقانون يحتضر في اليمن؟ للأسف الشديد يمكن القول ذلك في ظل غياب الدولة ولم يعد للدستور سواء اسمه فقط يعني كل الإجراءات التي تتم سواء كانت من قبل الجماعة المسلحة التي خارج القانون أو حتى أيضا الحكومة الشرعية هي تخالف القانون وتخالف الدستور هل يملك القانونيون والحقوقيون أن يقدموا رؤيا لإنهاء الحرب في اليمن بناء على نصوص القوانين والدستير أو حتى القانون الدولي الإنساني القانون الجنائي الدولي بمعنى أيمكن أن تكون سلطة القانون الدولي والدستور اليمني بعبع ورعب لمنتهكي الدستور والقانون والحريات في اليمن من أنهم سيكونوا في لحظة مطاردة على ما تبقى من حياتهم إذا ثبت أنهم أقرموا في حق اليمن دولة وإنسانا هناك مشكلتين قد تواجه هذا الأمر المشكلة الأولى هو حالة الشتات التي يعيشها القطاع المحامين والحقوقيين وأيضا حالة كثير منهم فقد عمله ومصدر رزقه وصبح يبحث عن لقمة العيش وكذلك أيضا النقطة الثانية هو لا يسمع لهذا الصوت صوت القانون غاب لا يمكن أن يسمع أصواتنا لا يمكن اليوم حضر الصوت البندقية اليوم حضر الصوت الطائرات وأزيز الطائرات اليوم لا يشم الناس إلا رائحة الباروت في اليمن ورائحة الموت القانون غاب وأصوات الحقوقية وأصوات العقلاء ربما هي تعيش في حالة من الغياب لا أدري متى يمكن أن نفيق من هذه الغفلة ومن هذا الجنون الذي يعيشه اليمنيون أستاذ عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن سؤالي لك بعد إذنك أيمكن أن يرفع القانون يده مهددا من أن المحاكم الدولية ستطارد قادة الصراع والنزاع من أن المحاكم الدولية والخزانة الأمريكية ومجلس الأمن سيطارد بالمحاكم كل من انتهك وقتل الإنسان اليمني نعم ووفقا للقانون روما اليمن اليوم غاب فيها القضاء وبذلك يصبح الاختصاص للمحاكمة الجنائية الدولية محاكمة الجنائية الدولية تصبح مختصة عندما لا تستطيع المحاكمة الوطنية أن تطبق القوانين وأن تلاحق بأن يرتكبون هذه الانتهاكات يصبح من واجب المحاكمة الجنائية الدولية أن تتحرك ولكن تحتاج إلى إرادة سياسية من قبل المجتمع الدولي حتى يمكن أن يفعل هذا الأمر وأعتقد أنه سيكون له دور كبير جدا في صناعة السلام في اليمن في حال ما إذا ضاق المجتمع الدولي ذرعا بما يحدث في اليمن وأصبحت هناك نية حقيقية لتحقيق السلام قد يستخدم هذا الأمر في ملاحقة هذه الجماعة المسلحة وهؤلاء الذين مارسوا هذه الانتهاكات وربما نحقق نوع من الانتصار على الحرب وإيقاف هذه الحرب وأيضا استعادة الدولة كل أسئلتي في هذه الحلقة خلاصتها السؤال التالي هو هل يستطيع القانون ورجال القانون أن ينجحوا فيما فشلت فيه السياسة ورجال السياسة للأسف الشديد ربما لا يستطيعون النجاح في هذا المرحلة الرجال القانون ينتظروا من يقولهم تعالوا إننا قالوا اتفقنا تعالوا سيغوا لنا شيء أو كذا لكن لا توجد هناك مبادرات حاليا لا توجد هناك أدوات ضغط لا توجد هناك مؤسسات قوية يمكن أن تفرض شيء لا يوجد هناك تحرك يمكن أن نؤثر في المجتمع الدولي يمكن أن نؤثر في المفاوضات التي تجري يمكن أن نكون الرقم موجود على خارطة المفاوضات وعلى خارطة الوضع في اليمن اليوم هناك القانونيين ويعيشوا حالة من الشتات والتفرق والتمزق في كل مكان ما المطلوب ليفهم صانع القرار من الشرعية ومختلف الفصائل المناهضة ما المطلوب ليفهموا أن انتهاكات القانون أو عدم الاتكاء على قوة الدستور وعلى القانون الدولي سيجعلهم في لحظة من الضياع طويلة الأمد ومعهم تضيع اليمن المطلوب قرار شجاع من قبل مجلس الأمن الدولي بحالة عدد من هؤلاء المنتاكين إلى محكمة الجناية الدولية وبذلك يصدر المدعي العام مذكرة اعتقال بحق هؤلاء الأشخاص حتى ولو كانوا موجودين دخل يمن سوف يؤدي هذا إلى أن تتمزق صفوف المقاتلين الذين يسعون إلى استمرار الحرب في اليمن وبذلك يستطيع أن يبدأ الناس أو هؤلاء المسلحين وهؤلاء القادة وكل الأطراف تبدأت في سابتها سؤالي أستاذ عبد الرحمن برمان لو سمحت لي سؤالي أرجوك امنحني من اللغة القانونية ما تستطيع النص القانوني ما تستطيع هل وظيفة فقط الدولة والقادة أن يترافعوا لدى المحاكمة الدولية في من ينتهك ويقتل دولة وشعب أم يستطيع أي محامي وأي حقوقي أن يقوم بهذه المهمة بالنيابة عن بلده هذا السؤال مهم جدا هذه الخطوة تحتاج سنوات طويلة لا يمكن أن تذهب تترافع مباشرتان أمام محكمة الجنايات الدولية هناك ثلاث طرق لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات إما أن يصدر مجلس الأمقرار بإحالتها أو أن تتقدم دولة عضوة في محكمة الجنايات الدولية تطلب التحقيق بهذه الجرائم أو أن يقوم المدعي العام من نفسه مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بتحريك الدعوة لا يمكن أن تذهب كفرد تترافع لكنك أنك كفرد كمنظمة يمكن أن تذهب إلى مدعي عام الجنايات وتقدم له الملفات وتقنعه أن هناك انتهاكات والذي يمكن أن يحرك الدعوة لكن هذه الطريقة تحتاج إلى سنوات طويلة هناك قضايا موجودة في درج مدعي عام محكمة الجنايات من حوالي عشر سنوات لم تتحرك حتى اليوم ملف جمعة الكرامة قدمنا إلى مدعي محكمة الجنايات حتى اليوم لا زال في درج المحكمة ولم يحرك ولم يتخذ فيها أي قرار بالقبول أو الرفض أتعتقد أن الجميع مستفيدين من تعطيل الدستور والقانون ومستفيدين من ارتخاء قبضة القانون الدولي في عدم المساس بهم لا أعتقد أن هناك شخص مستفيد حتى الجماعة المسلحة يتذب إلى الانتحار اليوم جميع الأطراف هناك قتل وموت ويفقدون أبنائهم إخوانهم أقاربهم لا يوجد مستفيد من الحرب لا يوجد مستفيد أبدا من الحرب ربما قد يكون استفادة ذهنية أنه قد يكون بعيد عن القانون وبعيد عن النظام لكن في نهاية الأمر جميع من ارتكبوا انتهاكات وجميع من مارسوا عملية الحرب وعملية القتل تنتيبهم الأمور إما إلى الموت وإما إلى السجون أستاذ عبد الرحمن برمان ما الذي لم أسألك عن في هذه الحلقة ويجب أن تقوله أريد منك كلمة أخيرة تقول فيها ما لم تقول ما أريد أن أقوله أن هناك دماء سفكت كثيرة هناك أموال كثيرة صدرت هناك مؤسسات وشركات وبيوت صدرت وعقارات هناك اليمنين فقدوا كثير لا أعتقد أن هذه الأشياء الأشياء كلها لن تذهب هادر وبذلك أنا أؤكد على نقطة مهمة جدا وهي قضية الأموال التي تنهب الآن في صنعة وفي عدن وفي مرات كثيرة أنصح كل الناس وكل المواطنين عدم شراء هذه العقارات لأنها المبيعات أو التي هي غير قانونية وبذلك عندما تعود الدولة سيذهب كل شخص ويأخذ عقارة وبذلك سيدخل هؤلاء إلى إشكالية كبيرة وبذلك القرارات التي يصدر بمصادرة هذه الأموال هي قرارات باطلة ولا يمكن أن يعتمد عليها ولا يمكن أن يعتد لها أبدا وبذلك أنا أنصح بأن جميع الناس أن يحافظوا على أموالهم وأن لا يذهبوا وأن لا يكونوا ضحية لهذه العملية المحامي عبد الرحمن برمان مدير المركز الأمريكي للعدالة أنا سعيد جدا بإقراء الحوار معك أحييك وأشكرك شكرا جزيلا مشاهدي الكرام سألتقي وإياكم في الحلقة القادمة من البوصلة حفظ الله اليمن من كل مكروه لكم محبتي أنا عارفة الصرمي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر